السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بكم معايا في قناة هيوات نزا ام يوسف في فيديو جديد على القناة كيف معودكم ديما هاد المرة غادي نحضر معاكم البغرير اللي كيجي بنين وكيجي متقب وكيجي سهل حتى في التحضير بالنسبة لبنات اللي ما كينجحش معاهم اول مرة غا تديروا اول كين اللي كتديروا ما كيصدقش لها هاد الفيديو كيجي زوين بزاف وطريقة وغادي نبدأ معاكم المقادير مباشرة هنا يا اول حاجة كنحتاجها البغرير هو الطحان اللي كنتحنوا ضروري باش نطحنوا كتكون عندنا اما الهاشوار او لا كنتستعملوا الموليليكس ضروري كنتحنوا البغرير كل ما كنتحنوا كيجي مزيان وكيجي ناجح اول حاجة كنحتاجوا كاس دي انا غندير لكم الكيمية اللي درت انتم ما تقدروا تضعفوا المقادير يعني بالكمية اللي بغيتوا كنحتاجوا كاس ديال العنبة ديال السميدة رقيقة وكنديرو مقابل ديالو كاس ديال السميدة ديال فينو كذلك كنضيفوا شوية ديال الملحكة تبقى على حسب الضوء كنضيفوا معلقة ديال السكر كنديرو كذلك الكيمية ديال الخميرة اللي ضروري اللي كنتو مزروبين علي كنحتاج معلقة ديال الخميرة الفورية اللي كنتو غد ديرو الفورية يعني حبيبات كنديرو جوج معالق اما إلا كانت المعجونة فاحنا كنديرو غير معلقة وحدة سوف نضيف الماء لا يكون طيب بزاف و لا يكون مروبين يبقى على حسب الجو نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نحتاج لهم ثلاثة ديال كيسان ديال ما على حسب النوعية ديال السميدة نضيف مقلة للمقلة ونقص عليها البوطة ونأخذ مقلرة كمية ميزاني على حسب الحجم في المقيلة كثافة تضيفه على نار مهيلة حتى يبدأ تتقب على هذه الشكل ومن بعد تحمره واحد شوية وكادموه مع العسل مع الزيت البلدية كذلك انا عندي واحد الفيديو كتحضرت لكم من قبل وحضرت لكم بغريضي لطقيق القمح كذلك اللي كي يجي زوين وكي يجي لديد بزاف انا كيعجبني بزاف ما كنضيفش دقيق الفورس ابدا لانه ما كيجي جزوين كيجي معجن تعيي ما تديري فيه ما كيجي جزوين ولكن دقيق القمح ودي اسمي دول فينو كيجي رائع من هنا لسما كنقولكم الى فينو